جامع تاريخي يعد من أهم معالم العمارة الإسلامية في اليمن ويعود تاريخ بنائه لعصر الخليفة عمر بن الخطاب في العقد الثاني من القرن الأول للهجرة يقع الجامع الكبير في مدينة إب على ربوة مرتفعة يتم الوصول إليه عن طريق سلال مصاعده وخلال العصور الإسلامية المتتابعة توالت علي إضافات وتحديثات جعلت منه الجامع الرابع في اليمن من حيث الحجم والسعى والجمال وذلك بعد جامع الجنة في تعز والجامع الكبير في صنعاء وجامع الأشاعر في مدينة زبيد عمر مئذنة الجامع الكبير ما يقارب 900 عام تتكون المئذنة من قاعدة حجرية مربعة الشكل بها مدخلان أحدهما في الناحية الشمالية والأخرى في الناحية الشرقية يقوم عليها بدن مستدير تعلوه شرفة مزدانة بصفوف من المقرنصات ويعل الشرفة بدن آخر سداسي الشكل فتح بكل ظل نافذة معقودة ويتوج هذا البدن بقبة صغيرة الجامع الكبير مستطيل الشكل بنيت جدرانه الخارجية بحجر الحبش الأسود والشرفات العليا بالطابوق والجوص ويحتوي على ستة أبواب أحدها في جدار القبلة ويعود تاريخه إلى فترة تأسيس الجامع وفي الجدار الجنوبي مدخل واحد يعرف بالباب العدني تتقدمه قبة صغيرة وفي الجدار الشرقي ثلاثة مداخل تتوسطها كتلة معمارية مربعة الشكل طول ظلعها ستة أمتار تغطيها قبة حفظت فيها وقفيات الجامع ومصاحفه ومخطوطته يحيط بصحن الجامع أربعة أرويق بالإضافة إلى خمس غراف كانت تعد كملحق للكتب إلا أنها أصبحت في الفترة الأخيرة سكنا للقائمين على الجامع وذلك بعد أن تعرض للحريق في العام الفين واثنين وتم تهريب العديد من المخطوطات القرآنية إلى جهة مجهولة الجامع مصقوف بمصندقات ذات زخارف فنية منفذة بطريقة الحفر الغائر ويعود تاريخ السقف المصندق للرواق الشرقي بحسب القائمين على الجامع إلى عهد عمر بن الخطاب وذلك استنادا إلى طرازه بينما يعود تاريخ سقوف الرواق الغربي وبعض أجزائه إلى عهد الأمويين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر